طيب هنروح لأخبارنا وهنبتدي بكرة الياد كرة الياد دي رجال الحقيقة عندنا مباراة بكرة مهمة جدا 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 عندنا مباراة مع سبورتينج في كأس مصر فين في اسكندرية مباراة صعبة جدا عشان ملعب سبورتينج ملعب ديء جدا والفرق يعني بتلاقي صعوبة أو بتعاني من اللعب هناك الفريق أنهى استعداداته وبيقادة كابتن طاري محروس وسفروا من شواء لسكندرية يتمرانوا في النادي وسفروا بعد كده عشان يروحوا سكندرية المباراة دي هتكون في دور التمانية ماتش هتلاعب بكرة الساعة 6 كل التوفيق طبعا لفريقنا كفرة سبورتينج قوية يمكن آخر مباراة لنا في سكندرية انتهت بالتعادل 26-26 وبالنسبة دي أحب أوضح لحضراتكم نحن هنلعب سبورتينج مرتين السنة دي الاسبوع ده مرة في الكأس والمرة الأخرى في أول دورة مجمعة لبطولة الدوري وتبقى يوم الأربع اللي جاي ان شاء الله مع سبورتينج الدور النهائي بعد دورة مجمعة الأولى لنهاء المحترفين عندنا أصابات عندنا تلات أصابات مهمة جدا في الفريق ولكن الروتيشن اللي عامله كابتن طاري محروس حسينا حتى قدام نادي الزمالك المباراة اللي فاتت ان الحقيقة الحمد لله ما عندناش نقص عددي ولا حاجة ولكن الحمد لله الفرقة بس ويمكن المزعج شوية وإصابة مهاب ياسر لعب الفريق بتمزق في عضة السمانة هيغيب خلاص عن الفترة اللي جاية كلها مهاب كان طلع كويس وكان مأدي مباراة جيدة وكان معاوض غياب عمر سامي طبعا وكستلو فطبعا ده يعني مهاب كان مصاعد عشان يعني يبدو أن هذا المركز يعني يعني في حاجة لأنه الحقيقة مش طلعت لعب وقفت جنبه الفترة اللي فاتت عشان نلعب زي مهاب ياسر ينفو مباراة الزمالك يجيل ومزق في السمانة أمر غريب جد أمر غريب يعني بدلك وعدم توفيق بشكل يعني غريب الحقيقة بس احنا كلنا ثقة في الجاز الفني واللعبين ان شاء الله زي ما حداتكم شفتوا الدنيا قريبة الدورة المجمعة الأولى أهل زمالك سبورتينج طلع الجيش دول الأربع فرق هنلعب دورتين مجمعتين الدورة الأسبوع القادم ان شاء الله في نهاية الأسبوع القادم خميس جمعة سبت والدورة اللي بعدها نهاية شهر مارس 30 31 1 إبريل كل التوفيق بإذن الله لفريقنا ان شاء الله نقدر نتوق ببطولة الدورة وراء الكأس بإذن الله ونفكركم احنا حامل كأس مصر العام الماضي في كرة اليد الرجال وايضا نحن حامل لقب بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لقيمة في المجمعة ونوضح لحضراتكم حاجة برضو بدون ان احنا بنتكلم عن كرة اليد بالمرة كده ونظام السوبر الأفريقي اختلف شوية وهنوضح لحضراتكم انه طبعا ما بقاش مباراة واحدة مطش السوبر ما بقاش مباراة واحدة والسوبر الأفريقي في كرة اليد لم يصبح مباراة بعد ذلك الفرق اللي هتشارك على ما افتكر يعني الأهلي كحامل لقب بطولة الكؤوس الزمالك أغدير والنجم السحلي تقريبا دول الأربع فرق ودات سمرة المغرب دول الأربع فرق اللي لعبوا بطولة السوبر كأس السوبر الأفريقي اللي هيطلع منهم يلعب الجلوبال أو بطولة العالم اللي كرة تليان نتمنى ان شاء الله بإذنك يا رب بإذنك يا رب نستطيع ان احنا نطلع بطولة العالم السنة القادمة لان هذا الجيل يستحق الحقيقة جيل زغير جيل شاب جيل بيبزل مقود كبير جدا